قبل شهور من النهاردة كان في اكتشاف غير عادي لتلسكوب جامس ويب في كوكب من الكواكب البعيدة الكشف اللي أصار ضج كبيرة وقالوا يا جماعة خلاص بقى اكتشفنا حياة ما في الكون في كوكب كيتو إتين بي طبعا اكتشاف تلسكوب جامس ويب كان كبير جدا لكن ما كانش اكتشاف لحياة أو كائنات فضائية إنما علامة من العلامات اللي مش بتظهر إلا في مكان في حياة هل فعلا اكتشف جامس ويب الحياة على كوكب كيتو إتين بي؟ وليه المواقع الإخبارية العالمية وقنوات اليوتيوب الأجنبية؟ عاملة قلق كبير وهالة ضخمة في الموضوع ده واللي بيحصل برا بيوصل عندنا حاجة تانية خالص الصراحة تعالوا نتعرف مع بعض النهاردة على إيه الشيء الغريب اللي اكتشفوا تلسكوب جامس ويب في كوكب كيتو إتين بي وإيه الأبحاث الجديدة اللي صدمت العلماء والبحثين والمهتمين في العالم كله بخصوص وجود غاز الحياة على كوكب يبعد عننا 124 سنة ضوئية أهلا بيكم انفجار كبير في المنشورات والمقالات والفيديوهات في المواقع الأجنبية والعالمية والخبر بخصوص اكتشاف حياة على كوكب كيتو إتين بي والحقيقة ان ما فيش جديد في الموضوع غير ان تلسكوب جامس ويب رصد الكوكب 8 ساعات كاملة في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الماضي حالا بالا بقى عرفوا نتائج الرصد؟ الموضوع كبير حضرتك العلماء نفسهم اللي شغالين على الرصد ده قالوا انهم معاهم شهور لغاية ما يصدروا الأبحاث بتاعتهم الخاصة بغاز الحياة على الكوكب الغريب والمريب لكن أبحاث تانية عملت صدمة كبيرة صدمة ممكن تكون مخيبة للأمال شوية وتعالوا نتكلم عنها النهاردة وبالأخص تلات أبحاث مهمة وتلات فرق بحسية كل واحدة منهم عندها رأي مختلف بخصوص بيانات تلسكوب جامس ويب عن الكوكب كيتو إتين بي كوكب كيتو إتين بي هو كوكب تم اكتشافه في سنة 2015 من خلال تلسكوب كيبلر صائد الكواكب بدأ العلماء يركزوا عليه بعد ما تم رصده بتلسكوبات سبيتزار وهابل بيانات هابل أكدت في سنة 2019 وجود بخار الماء على الكوكب الكشف ده قلب الدنيا حرفياً ساعتها وخلى الكوكب ده مصار اهتمام كبير من العلماء طيب ليه؟ ما فيه كواكب كتيرة فيها نسبة من بخار الماء مع استحالة وجود حياة عليها الإجابة تيجي من موقع الكوكب بالنسبة للنجم الخاص بي الكوكب مش قريب من النجم لدرجة ان حرارة النجم تبخر المياه لجواه ولا هو بعيد عن النجم فتتجمد المياه النجم المضيف للكوكب كيتو إتين هو نوع من النجوم من فئة تعرف بالأقزام الحمراء درجة حرارتها نص درجة حرارة الشمس يعني هي أبرد من الشمس كوكب قطر وضعف قطر كوكب الأرض مرتين ونص كتلته ضعف كتلة الأرض الثامن مرته ونص وتقريباً بيتلقى نفس كمية الضوء اللي بتتلقاها الأرض من الشمس فرقة بحسية كتير طورت خوارزميات مفتوحة المصدر علشان تقدر تحلل بيانات تليسكوبات كيبلر وسبيتزر وهابل ما بين عام 2016 لغاية عام 2019 وقدروا من خلال ده يكتشفوا وجود بخار المية ونسب من الهايدروشين والهيليوم في الغلاف الجوي للكوكب كيتو إتين بي لكن اللي زود الاهتمام أكتر وأكتر بالكوكب ده هي بيانات تليسكوب جامس وابل عملاق اللي أزهل الجميع ببيانات خطيرة جداً ومفاجأة مزهلة للكوكب كيتو إتين بي في سبتمبر 2023 من العام الماضي لما كشفت البيانات عن وجود ثاني أكسيد الكربون ونسب من الميسان في الغلاف الجوي للكوكب والأغرب أنه ما فيش أي بصمة للأمونيا أو أول أكسيد الكربون وبالتالي الكوكب ده كوكب لا يشبه أي كوكب في مجموعتنا الشمسية الطريقة الوحيدة للعلماء بيعرفوا منها الكوكب ده حيتكون من إيه؟ هي رصد وتحديد المادة اللي موجودة في الغلاف الجوي للكوكب وبالرغم من أن ملاحظات الغلاف الجوي للكوكب ظهرت قبل كده بفضل بيانات تليسكوب هابل إلا أن بيانات جامس وابل الأخيرة في 2023 كشفت عن وجود الكربون والميسان على الكوكب وأن العلماء بيعتقدوا أن الكوكب ده عبارة عن كوكب مائي يعني كوكب بيعتمد في غلاف الجوي وسطحه على الهايدروجين ومحيطات سائلة ودي الكواكب اللي بيعتقد العلماء أنها بتدعم وجود حياة ولكنها بتمثل شيء مختلف تماما عن كوكب الأرض الكواكب الهايدروجين ديت محيطاتها هتبقى محيطات غريبة معتمدة على كيميا جديدة يمكن ما نعرفهاش لأنها بتقع تحت ظروف ضغط ودرجات حرارة مختلفة زي البلاك سموكرز الموجودة هنا على الأرض في أعماق المحيطات الاكتشاف الجديد اللي رصده جامسواب ووجود غاز الميسان في الغلاف الجوي للكوكب واللي ممكن ما يفيدناش كتير ولكنه شيء داعم قليلا لظروف الحياة أما عن الاكتشاف الثاني واللي جي من تحليلات العلماء لبيانات تلسكوب جامسواب فكانت وجود غاز ثاني أكسيد الكربون لكن برضو احنا اكتشفنا الغاز ده في كتير من الكواكب والأقمار اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية طبعا هتسألني دلوقتي تقول لي أمال إيه الجديد اللي قاله بالدنيا حرفيا في تصريحات العلماء واللي سبب اهتمام كبير بموضوع الكوكب كيتو إتين بي الاكتشاف الأخير هو ده النقطة المحورية في إثبات وجود حياة على الكوكب ده ولا لا؟ والاكتشاف ده لمركب عضوي في سبتمبر 2023 أعلن نيكو مادهو سودان عالم فلك في جامعة كامبرج عن اكتشاف غريب جدا وغير متوقع اكتشاف قلب الدنيا حرفيا نساعته وتكلمنا عنه هنا في فيديو في القناة اكتشاف تاريخي لبصمات الحياة على كوكب مائي الشيء ده هو اكتشاف محتمل لجزء بيو سامة سنائي ميسيل الكابريتيد الغاز الغريب اللي مش بيتم إنتاجه هنا على الأرض إلا في العوالق النباتية في أعماق المحيطات مركب عضوي صغط الكيميائية CH3-2S سائل سام عديم اللون قابل للاشتعال لي ريحة مميزة كده بتتميز بها المحيطات غاز دي ام اس ده بيرحب ده كبير في دورة الكابريت على كوكب الأرض ولما بيدخل الدي ام اس ده الغلاف الجوي بتحصل له عملية أكسا ده وبيساهم بدرجة كبيرة جدا في تشكيل نوع السحب وبالتالي هو مؤثر جدا في مناخ الأرض اكتشاف بصمات ولو قليلة ليه في أرصاد جامس ويب علامة فارقة لأنه من الصعب جدا تمييز البصمة بتاعته عن المركبات التانية وبالأخص ان في صعوده ووجوده في طبقة الغلاف الجوي العليا لأي كوكب بيمثل تحدي كبير في رصده لأنه ممكن يتم حجبه من خلال المركبات التانية لكن من الواضح ان البيانات اللي انبهرنا بيها من شهور كتير من العلماء شككوا في تحليلاتها وقالوا يا جماع لازم نتأكد أكتر ونشوف أرصاد جديدة تؤكد وجود الغاز ده بشكل أكبر كمان ظهرت أبحاث جديدة اعتمدت على بيانات تلسكوب جامس ويب وعملوا نمازج محاكاة غريبة غيرت كتير من الصورة اللي كنا متخيلين عن الكوكب كيتو إتيم بي وفرت الميسان وسانيوكسيد الكربون ونقص الأمونيا بيؤكد الفرضية اللي بتقول إن الكوكب ده كوكب مائي محيطي ضخم غني بالهايدروجين في غلافه الجوي لما بنبحث عن حياة في كواكب خارجية أول حاجة لازم نبص عليها هو قفرة المية في الكوكب ده لأنها المؤشر الرئيسي اللي بيقولنا إن الكوكب ده داعم لوجود حياة ما على سطحه لكن من مسافة بعيدة جدا جدا هل هنقدر نتأكد إن الكوكب ده كوكب مائي؟ ولا ممكن يكون الكوكب ده مليا بحاجة تانية غير المية واللي بتشير لعناصر وبصمة تانية بتدل على وجود المية أو شيء آخر شبهها بيان ناسا السابق اللي كان في سبتمبر 2023 عن الكوكب وصفوا بإنه كوكب مائي بيمتلك غلاف جوي غني بالهايدروجين وسطح مغطى بالماء لكن فرق بحسية تانية طلعت الشهرين اللي فاتوا بيشككوا في بيان ناسا الأديم ده عوالم هايسيان الافتراضية دي ممكن ما تكونش موجودة أصلا يعني الكواكب الأكبر من الأرض وشبه كوكب نيبتو وأصغر منه تقريبا في الحاج العوالم المحيطية دي اللي مش موجودة هنا في مجموعتنا الشمسية ممكن كمان ما تكونش موجودة في الكون هل فعلا الكواكب المحيطية دي زي كوكبنا بطل قصتنا النهاردة كيتو إتين بي هل تقدر تحتفظ بالمحيطات بتاعتها بالرغم من الحرارة الشديدة؟ هل في تفسير تاني لليه بيانات تلسكوب جامس هوب الخاصة بغلاف الكوكب كيتو إتين بي ليه في تنقض كبير بين الأرصاد والمحكاة اللي عملها العلماء والخاصة بنمزجة المناخ على الكوكب ده في بحس جديدة نشر برضو في جامعة كيمبرج لفريق منافس بيقود وطالب كيمياء الكواكب في مرحلة الدكتوراه أوليفر شورتال بحس بعنوان التمييز بين محيطات المياه والصهارة على كوكب نيبتون الصغير كيتو إتين بي وقال في البحس مع فريقه إنه ممكن نقول إن الكوكب ده بيحتوي على محيطات آه بس مش محيطات من المياه إنما محيطات من الحمم البركانية وإن اكتشاف الميزان مش دليل قوي على كوكب محيطي مليان بالمياه ممكن يكون دليل تاني على وجود حمم بركانية بتدوب الأنواع المختلفة من النيتروجين في الغلاف العلوي للصهارة والنيتروجين مهم جدا للأمونيا اللي نقصها استدلوا بيه على إن الكوكب ده بيحتوي على محيط مائي باختصار علشان تفهم صديقي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة البحسين دول بيقولوا إن اكتشاف الكربون وعدم اكتشاف الأمونيا مش دليل قوي على وجود كوكب محيطي من المياه لأن ممكن محيط من الصهارة ينتج لنا نفس المظهر الكيميائي طبعا حضرتك دلوقتي اطلخبطت شوية ومش عارف فين بقى الحقيقة وهي دي حلوة تروة تلال الغاز وبيحاول كل فريق يحلها لكن فريق تاني من أمريكا بقى وتابع ناسها بدأ يبحث في الموضوع بقيادة نيكولاس ووجن من مركز أبحاث أمس التابع لناسا في جامعة واشنطن عملوا برضو محكاة على بيانات جيمس ويب للكوكب بس عملوها على مجموعتين مجموعة بتوصف الكواكب الصخرية اللي فيها محيطات سواء ممكن تشتمل على وجود حياة أو لا تشتمل على وجود حياة ومجموعة تانية لكواكب غزية ملهج سطح أو محيطات سطحية وده من خلال التنبؤ بالنمازك المرتبطة بكمياء الضوء الصادر من النجم لما يمر على الكوكب قبل ما يوصل إشارته هنا على الأرض وليه فريق ووجن أن نتائجهم بتميل أكتر لأن الكوكب كيتو اتين بي من الممكن جدا أنه ما يكونش كوكب مائي وأن الأقرب لوصف الكوكب أنه يشبه أكتر كوكب نيبتون الغازي أشكال الحياة اللي ممكن نلاقيها في كوكب زي الكوكب كيتو اتين بي ممكن تكون مختلفة جزريا على الحياة هنا على الأرض النجم المضيف اللي بيدور حولي الكوكب هو قزم أحمر الأقزم الحمراء مشهورة طبعا بسروقياتها المضطربة وتوهجاتها وإشعاعها الكبير وده بيمثل تحدي كبير في استمرار الحياة هناك لكن اكتشاف الباحثين غلاف جو كبير للكوكب كيتو اتين بي ممكن يحمي الغلاف الكبير ده الكوكب من الإشعاع النجمي كمان قدرة الكوكب على الاحتفاظ ببخار الميا قدرة محورية ومهمة لأن ده حيدل على وجود خزانات المياه السائلة مستقرة ومستمرة لكن الغلاف الجوي السميك للكوكب وإن كان حيحميه من الإشعاع النجمي ومن تجريد الغلاف وتدميره من قبل النجم إلا إن الغلاف السميك ده الضغط فيه رهيب جدا وأعلى بكتير من اللي ممكن يتحمله الكائن الحي اللي بيعيش هنا على الأرض الكوكب ده ممكن يكون أقرب مثال لغلافه الجوي هو غلاف كوكب الزهرة ممكن الغازات الدفيئة الموجودة على سطحه تعمل تسخين جامح للكوكب اكتشاف الميسان شيء مهم جدا طبعا في رحلتنا في البحث عن حياة لأن الميسان بعد إنتاجه مش بيقعد كتير في الغلاف الجوي للكوكب إلا فترة قليلة جدا بتتراوح من سنتين لتلات سنين وبالتالي حيحتاج تجديد باستمرار وطبعا بالمناسبة هنا يا صديقي الميسان هنا مرتبط على كوكب الأرض الإنتاج بتاعه مرتبط بالكائنات الحية لكن بالسنين لما اكتشفنا على المريخ أصار الميسان كنا فاكرين إنه بكتيريا معينة عايشة هناك هي اللي بتنتج الميسان ده لكن كانت المفاجأة إن صخور مريخية معينة هي اللي أنتجت الميسان يعني الميسان هناك في المريخ ما كانش منتج بصورة بيولوجية حيوية زي عندنا هنا في الأرض إنما بصورة جيولوجية صخرية صخور ونتيجة التغير الموسمي للمناخ هناك في كوكب المريخ بتنتج غازات الميسان بل ولا أكتر من كده إحنا اكتشفنا الميسان موجود على قمر زوحل تايتن بل في كتير من الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية زي أورانوس ونيبتون بالتالي ممكن يكون الميسان على كوكب كيتو إتينبي منتج بصورة جيولوجية ولا يشير لوجود حياة هناك على الكوكب كمان بالنسبة لسنائي بيسيل كابريتيد فالاكتشاف اللي تم في سبتمبر 2023 عن طريق فريق مادهو سودان كان مجرد تلميح بسيط غير مؤكد قيمة الكشف منخفضة جدا وده بيقلل أهميتها العلمية ولو إلى حين والدراسات المضادة التانية اللي اتكلمنا عليها من شوية اللي أشارت إلى أن الكوكب كيتو إتينبي هو أقرب لأنه يكون غازي زي كوكب نيبتون غني بالغاز وغير صالح للحياة بس بدرجات حرارة مرتفعة وليس كوكبا جليديا بالتأكيد حيكون في حاجة ملحة لمزيد من التحقيقات والرصد والبحث خاصة الملاحظات اللي حيعملها تليسكوب جيمس ويب قريب بواسطة الأداء ميري بترددات في نطقات مختلفة حتى الآن الكوكب غير مائي طبقا للملاحظات الأخيرة وأنه أقرب أنه يكون كوكب زو حمام بوركانية الاكتشاف المحتمل لوجود حياة بمثابة علامة فارقة في التاريخ الحديث ممكن الاكتشافات الحديثة لبصمات الحياة في الكون تعمل طفرة كبيرة جدا في العلوم الطبية وعلم الأحياء بل ممكن تحدد مفاهيم جديدة لمعنى الحياة اللي بنختزل هنا فقط في الحياة اللي موجودة على كوكب الأرض بل وحدساعد بشكل كبير جدا في تنمية الصناعات اللي بتعتمد على الاتصال والرصد علشان نقدر نتواصل مع الحضرات الفضائية البعيدة لو تم العصور عليها وده حتساهم فيه فروع علمية كتيرة زي علوم اللغة علشان نقدر نتواصل ونبتكر لغات ورموز ممكن يفهمها الفضائيين مثلا وعلوم الهندسة والاتصال ده كله حيستلزم مدى زمن يضويل جدا من الرصد والبحث في الفضاء بالتالي ده حيخلي أجواء الأرض دايما في حالة رصد وحماية من أي أخطار ممكن تترصد في مسافات بعيدة مثلا ونحاول نتفادها في المستقبل وعلى الرغم من المسافات الكبيرة في الفضاء وصعوبة الصفر لهذه العوالم البعيدة إلا أن ده حيكون محافظ كبير للأجيال القادمة إنهم يسعوا في ابتكار أدوات ومجسات تقدر تسافر بتقنيات لسه منعرفش عنها حاجة دلوقتي بالتالي ده حيشكل طفرات تكنولوجية كبيرة للبشر في المستقبل القريب من روبوتات وزكاء اصطناعي على انتقواسها كمان الاهتمام العام بعلوم الفضاء والفلك حيدعم عمليات البحث العلمي ويشجحها ويعزز المناهج الدراسية بكل ما هو جديد في هذا الفن من العلوم وبالتالي ده حيسهم في بناء أجيال ملهمة وقادرة على البحث في أسرار الكون واكتشاف المجهون ويجي واحد يقول لك خزع بلات الفضاء وكذب ناسا ناسا مش لوحدها في عشرات وكالات الفضاء جماعة دول انا بعتبرهم سبب من أسباب انتكاسة الأمة وضعف المجتمعات العربية والإسلامية في مجالات كتيرة انت فاكر ان ابحثهم دي بسبب شغافهم بالعلم والفضاء واكتشاف أسرار الكون طبعا ده جانب لكن الجانب الخفي بقى لهذه الحكومات اللي انتصرت علينا بسلطان العلم هو انهم بيستخدموا كتير من التطبيقات العلمية دي اللي جات بفضل البحث في مجال علوم الفضاء والفلك بيستخدموها في تزويد قدراتهم العسكرية والدفاعية وتنمية اقتصاد بلدانهم كتير من الأبحاث دي بتساهم بشكل أو بآخر في تطوير قدرات الرصد العسكرية للدول دي يعني الصين وروسيا وحلفائهم شغالين في موضوع الفضاء ده هل هم مع الامريكان مثلا عشان كلهم يضحكوا علينا؟ بصراحة فعلا بيضحكوا علينا بس مش في النوم بيصدروا لينا علوم زائفة لا بيضحكوا علينا من جهلنا وحيكونوا أكثر سعادة لما يشوفوا أصحاب المؤامرة الكونية عندنا بيصبتوا من عزيمة أبناء جلدتهم واخوتهم بحكاية علوم الزيف والهرطقة دول أبشع عدو للأمة الإسلامية وسبب انتكاسة كبيرة لها نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا وعنكم الغمام وأن ينصر إخواتنا بغزة وفلسطين فهم في كرب وهم شديد وأنا بطلب من حضرتك أنك تدعم التوجه الخاص بقناتنا إنفوسفير علشان ننشر علوم نافعة ممكن تفيد في تقدم ورقي مجتمعاتنا وأوطننا العربية والإسلامية دون تخلي عن هويتنا وسقفتنا الرصينة وأقل الدعم ده أنك تنزل حالا دلوقتي تضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا نواصل وتكتب لنا في التعليقات رأيك في الحلقة دي والحلقات اللي فاتت وترد على أي شخص بيحاول يصبط من عزيمة الشباب الصغير اللي ممكن يختر بمنطق هؤلاء المبني على تفسيراته أهية بيجعلوها من صميم الدين والدين منها براء وعلى وعد إن شاء الله باللقاء في حلقات جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة تحياتي محمد فانسكي السلام عليكم اشتركوا في القناة